السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة باسمام التعليمية النهاردة هنشرح مع بعض درس المدود هنشرحه مع بعض النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة قبل ما نبدأ ما تنسوش توصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايقات علشان الكل يستفاد ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على علامة الكل علشان يصلكم اي فيديو جديد انا بنزله يلا نبدأ مع بعض احنا الفكرين قبل كده في الفيديوهات السابقة واخدنا الحركات الثلاثة القصيرات اخدنا الفتحة والضم واخدنا كمان الكسرة وقلنا يعني اي حركة قصيرة يعني قلنا حركة بتكون قصيرة عند النطق يعني مسلا عندي حركة الفتحة افتح فمي عند النطق لكن فتحة قصيرة علشان ما توصلش للمد وبعد كده اخدنا حركة الضم وقلنا اني انا بضم فمي لكن بضمه ضمة قصيرة علشان ما توصلش ايضا للمد واخدنا كمان الكسرة وقلنا اني انا بكسر فيها فمي وقلت بكسر فمي كسرة قصيرة علشان ما توصلش للمد يعني معنى كده ان احنا عندنا حاجة اسماها المدود هي ايه المدود يا اصدقائي عندي المدود ثلاث انواع عندي مد بالالف ومد بالواو ومد باليا المدود الثلاثة بتحب الحركات الثلاثة القصيرات الحركات الثلاثة القصيرات احنا قلنا ان سطهم بيكون قصير لكن الحركات الثلاثة القصيرات هي بتحب المدود لكن قبل ما نبدأ درسنا النهاردة لازم في البداية نوضح شروط المد هي ايه شروط المد اول حاجة المد يأتي في وسط الكلمة او في نهاية الكلمة المد بيأتي في وسط الكلمة او في نهاية الكلمة ولا يأتي في بداية الكلمة يبقى المد ما ينفعش فيه مد يبقى فيه اول الكلمة المد بيكون في الوسط او بيكون في نهاية الكلمة الحاجة التانية لا يأتي عليه همزة يعني ما ينفعش في البداية احط حرف الالف وحط عليه همزة واقول ان دا مد تمام زي كلمة أسد هنا حرف الألف جاي في بداية الكلمة وعليه همزة فما ينفعش أقول إن هنا في مد زي مثلا كلمة سألة هنا حرف الألف في منتصف الكلمة لكن عليه همزة ما ينفعش إن أنا أقول إن ده مد تمام دي الحاجة التانية الحاجة التالتة إن هو ما بيجيش عليه تشكيل حرف الألف مش بيكون عليه فتحة أو الواو بيكون عليه ضمة أو الياء بيكون تحتي كسرة وطبعا الحاجات دي احنا هنشرحها بالتفصيل من خلال الفيديو بتاعنا النهاردة بس دي كانت مقدمة في البداية علشان نبدأ الشرح علشان ما نطلقبطش بعد كده تمام يبقى عندي الشروط الثلاثة دول لتنفزهم كويس جدا جدا يلا ما بعد نبدأ شرحنا المدود كانت بتحب الحركات الثلاثة القصيرات جي في يوم من الأيام مد بالألف قال للفتحة يا فتحة إحنا هنبقى أصحاب ودايما هنكون مع بعضينا أنت حتيجي الأول وأنا بعدك على طول وحنمد في الصوت قالت له يعني إيه يا مد بالألف قال لها يعني لها الحرف اللي هيجي قبلي أنت حتكوني فوقيه وحسميك ممدود يبقى هيكون اسمك إيه قالت له اسمي ممدود طيب وانت هيكون اسمك إيه قال لها أنا اسمي مد بالألف يبقى كده إحنا عرفنا النهاردة يا أصدقاء يا حلوين عرفنا أن الحرف اللي بييجي قبل المد بالألف اسمه ممدود وكمان بيكون عليه حركة قصيرة وهي حركة الفتح مع بعض نقرأ المد بالألف وقبله حركة قصيرة لكل حرف من الحروف الهجئية أول حاجة هنا عندي الهمزة أنا بقول آه يبقى الهمزة عليها فتحة بقول آه دي ما قلت حركة قصيرة طيب لو جي بعدها الألف بقول إيه بقول آه 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 شايفين معايا طبعا هنا الهمزة عليها حركة قصيرة وهي الفتحة طيب حرف البا عليه حركة قصيرة بقول با طيب ييجي بعده مد بالألف يبقى هقول با حرف التا عليه حركة قصيرة وهي الفتحة بقول تا طيب بعدها مد بالألف بقول تا في السا عليه حركة قصيرة وهي الفتحة بقول سا طيب لو بعدها مد بالألف بقول سا طيب بعد كده بقول جا حا خا دا زا را زا سا شا صا طا طا ضا عا غا فا قا كا لا ما نا ها ويا شفتم معايا دا المد بالألف وزي ما قلت قبله حركة قصيرة وهي حركة الفتحة طيب نبدأ كده ناخد مثال مع بعض زي مثلا عندي كلمة حيصان حيصان شايفين معايا حرف الصاد عليه ايه حرف الصاد عليه فتحة طيب وبعد كده عندي حرف الألف هنا حرف الألف هو دا المد وحرف الصاد هنا اسمه ممدود اسمه ايه اسمه ممدود تمام وزي ما شايفين عليه حركة قصيرة وهي حركة الفتح طيب مثال كمان لما قول حيمار حيمار سامعين معايا هنا حرف الميم عليه فتحة وهنا عندي فيه مد بالألف يبقى هنا بقول حيمار حيمار تمام يبقى كده عندي حرف الميم هو الممدود والمد هو الألف طيب مثال كمان لما قول قالا قالا سامعين معايا هنا حرف القاف عليه فتحة وهنا فيه مد بالألف يبقى زي ما شايفين معايا الحركة القصيرة اللي هي الفتحة معا مد بالألف قدت صوت طويل بقول قالا يبقى هنا الألف هي المد حرف القاف هنا الممدود وهو عليه حركة قصيرة وهي الفتح كده شفنا مع بعض المد بالألف يلا مع بعض نشوف المد بالواو زي ما تكلمنا عن المد بالألف كمان نفس الشيء مع المد بالواو المد بالواو هو كمان كان فعلان على الحركة القصيرة وهي حركة الضم قال لها يا ضم يلا كمان انتي هتكوني معايا على طول باستمرار قالت له يعني ايه؟ قال لها يعني الحرف اللي هيجي قابله انتي هتكوني وقف عليه فرحة الحركة القصيرة الضم ان هي هتكون دايما قابل المد بالواو المد بالواو قال لها الحرف اللي انتي هتوقفي عليه انا حسميه ممدود حسميه ايه؟ ممدود الحرف اللي هيجي قابل المد بالواو اسمه ايه؟ اسمه ممدود وهيكون عليه حركة قصيرة وهي الضمة طيب المد بالواو معناها انه بيكون فيه مد يعني صوت بيكون طويل طيب نبدأ نقرأ الحروف الهجائية هنا عندي الهنزة عليها ضمة بقول او طيب الالف عليها ضمة وبعد كده مد بيه الواو بقول او با عليها ضمة بقول بو طيب احط واو يبقى هقول بو تا عليها ضمة بقول تو في واو يبقى هقول تو سا عليها ضمة بقول سو طيب بحط في النهاية واو يبقى هقول سو طيب هبدأ كده اني انا اقرأهم كلهم ورا بعض هقول جو حو خو دو زو رو زو سو شو سو ضو تو ضو عو غو فو قو كو لو مو نو هو و يو تمام زي ما شفتم معايا دي كانت الاصوات الخاصة بيه مد بيه الواو بدي كل مد طبعا لوحده في طفل بيستوعب المد في ازبوع بيستوعبه في ازبوعين يعني على حسب قدرات كل طفل اهم حاجة ان الطفل يتقن المد كويس جدا جدا يعني اتقن المد بالالف كويس جدا بعد كده بديله مد بالواو طيب ناخد كده كلمات صندوق صندوق هنا عندي فيه الدال عليها حركة قصيرة وهي الضمة وهنا فيه واو يبقى عندي حرف الدال ده ممدود وحرف الواو هو المد تمام زي ما قلنا قبل المد لازم يكون فيه حركة قصيرة قبله زي مثلا لما اقول مثلا عندي اقول اقول فيه مد بالواو وهنا حرف القاف قبل الواو عليه حركة قصيرة وهي حركة الضم فهنا فيه مد بالواو هقول اقول وعندي القاف هي الممدود تمام طيب بعد كده هنشوف مع بعض المد باليا المد باليا زيه زي المد بالالف وي الواو هو كمان في الحركة القصيرة وهي الكسرة زعلانة وحزينة قال لها يلا كمان انتي حتكوني دايما معايا يعني انتي حتيجي قبلي الحرف اللي قبلي انتي حتكوني تحتيه فرحة الحركة القصيرة وقالت له طيب يلا مع بعض نجرب نشوف الحروف الهجائية ونشوف صوتي وصوتك هيبقى ازاي مع كل حرف من الحروف الهجائية نبدأ كده نقرأ مع بعض الف تحتها همزة زي ما شايفين معايا كده الالف والهمزة موجودة من تحت وبعد كده كسرة بقول اي طيب لما بعدها يجي مادة باليا بقول اي طيب الباق تحتها كسرة بقول بي طيب لو في مادة باليا او بعدها يا بقول بي طيب هقرأهم سريعا هقول تي سي جي حي خي دي زي ري زي سي شي سي دي تي ضي عي غي في قي كي لي مي ني هي وي يي دي شفتوا معايا دي كلها اصوات الحروف بحركة الكسر ناخد مع بعض كده امثلا قول عصير عصير شايفين معايا هنا في مادة باليا حرف الصاد هنا تحته كسرة هنا حرف الصاد ده اسمه ممدود حرف الياء ده اسمه المادة طيب عندي كمان زي كلمة فييل فييل في مادة باليا هنا حرف الفا تحته كسرة وطبعا حرف الفا هو ده الممدود كده احنا شرحنا المدود الثلاثة يا رب اكون قدرت افتكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب